ما شاء الله، ما شاء الله كل ده زرعة وأرض وخضار يا ما انت كريم يا رب حلم يتحقق بسرعة كده معقولة تسوي بيه الأرض دي كلها بتاعتك أيوا يا سيدي بتاعتك هي دي كلها ما شاء الله دي كبير يا قوي عشرين فداني يا عامر وبفكر أشتري كمان عشر فددين جنبو ما شاء الله ربنا يزيدك ربنا يزيدك بتعرف يا تسوي بيه أنا بقالي تلاتين سنة مهند زراعي كل خبرتي كل خبرتي كانت كلها في أصار زرح يعني مش هتفلح معي؟ فجر أنا مش هفلح معاك بعد ما دتني الفرصة الجوهرية دي ده أنا هتمر مغفوطين ده دلوقتي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ده المهندس عامر المشرف على المزرعة من النهار يالي يا بشمان نورت العزبة يا بشمان شكرا عوض وعم عوضين من أكفى الفلاحين عندي هنا في المزرعة اعتبرهم أيديك لاثنين عوض وعوضين. بقى إداية الثلاثة عه ها 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 اي دا مكم تقيل جدا شوفوا بقى من الاخر وعلى مية بيضة كده انا عندي مبدأ وسياسة في الشوك فاهمين زرعب كماوي عندي انا نو خلاص محربة دودة عندي انا نو سرطانة اكل عندي انا نو فاهمين ولا فهمكو بطيئة جرى يا باشمانز تدخل سخنا علينا كده ليه ما تخفيش يا راج المهندس عامر دمه حامي جدا وما بيحبش الغلط لكن قال باب يتزيل حليب بالظبط يا عبا يا عبا الحق يا عبا البقرة قطع اللبه انا ومش عارف حلبها ازاي اتحشم يا بيتة يا سامي الله ده خابت خط وش في ناس غريبة فين ده ياه يا طبق القشطة ده عنده اميل ولا ما عندوش يلا يا عوض خد صباح شو المضاد يا يلا خادر يا عبا جرى قدامي بسي يا بيه جرى 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 ياه بنت حضرتك دي ايه ربي نخليها لك يا عمو عمو مع حضرتك في سن والدي ولازم أشيلك انت وولادك في عناية أنا طلع عيني مع منال يا باب يا حشام يا ابني خد مرأتك على علتها ويرضى بنصيبك يا حبيبي أرضى إزاي بس يا بابا؟ ولا بس ولا يحزنون أنت فيك عيوب وهي فيها عيوب وما فيش حد في الدنيا ديت ما فيهوش عيوب أنا نصيحتي أنك تعرف عيوب مرأتك إيه وتتعامل معها على كده أيها بابا حبيبي بسمت في بعض العيوب بيبقى صعبة أو يتعايش معها أنا عايز أعرف أي عيوب دي اللي صعب أنك تتعايش معها بصراحة يا بابا منال ما بتبقاش كويسة وما بتسمعش الكلام إلا إذا عملتها بخشونة وقصوة وقهارتها أساساً كلمة القاهرة دي ما عرفتاش غير لما تجوزتها خلاص يا سيد دي بسيطة جد طالما أن دي سكة مراتك اتعامل معها من نفس السك أيها للأسف هي دي سكتها منال ما بتخضعش غير لما بتخاف خلاص يا طالما عارف ديه تايبقى زعلان ليه؟ زعلان طبعا يا بابا لأني مش عارف أعيش بطبيعتي ألا أنا مطلوب مني طول الوقت إن أنا أبقى مكشر وغلس ورزل وتينك وحاجات كتير قوي أنا مش جواي أساساً وبعدين عارف عارف أنا لو ضحكت وكلمة الحنية كده قبل اله تتقلب بقى وتطلع وتعيش وتفرد نفسها وتفرد عضلاتها وتعمل نفسها مالادونا دعي بصعبة حبتين خلاص يا بابا طالما أن ده قدرك ونصيبك يبقى تعامل معها على كتر أصدق قدري ومصبتي مالك يا سيف يا ابني فيك إيه؟ ولا حاجة أمي سهم قلاني شوية ليه يا ابني مالك أفل الشر؟ يعني بقيت هادية ومطيعة وتسمع الكلام ودي حاجة تزعل يا ابني ربنا يحميها لك هي ما جاتش معاك ليه صحيح؟ نايمة كالعادة مالك يا سهم كده بقيت تنام بالنهار وأول ما الليل يدخل تبدأ تصحصح وتفوق الله دي كده قلبة ليلها نهار بقى سامة غارت قوي يا أمي في وقت قصير لا بقيت تجادل ولا تناقشني ولا تتعبني فيها حاجة غريبة ما فيش كلمة في البيت بتتسمع غير كلمتي والله انت غريب يا سيفي يا ابني حد يشتكي من مراته عشان بتسمع كلامه؟ مش دي الفكرة يا أمي بس أنا حاسة نها بتهودني أو بتاخدنا على قد عالي وده بقى مش برايحني يعني بتعمل بكلامك ولا لا؟ قدامي بتعمل بكلامي من هرايا الله أعلم انت لو ملقيتش حد تشك فيه حتشك في نفسك الشك ده نعمة يا أمي نعمة بتساعدني على انها رفقين للناس مخبيها يا ابني مش كل الناس فيه ناس طيبين وولاد حلال وانا بنت اللي طيبة وانت حلال يستيقل الناس يا أمي نوعين ما لهمش تالت يا أمي وحوش يا أمي فريزة كله بيروغ كله عشان يأكل التاني يا ساتر دي كده بقت غابة ربنا يكفينا شر إيامكم ويكشف لنا تكذبه وابن الحرام والضلالي قولي أمين يا مزيف أمين يا ابني مساء الخير يا ماما خير وحيجي منينا الخير ان شاء الله بعد اللي احنا فيه فيه يا ماما هو انت بقتي كل ما تشوفي وشي تندبي عندب ده نندب والطم وولول ولم الناس علي كمان أبوكي من ساعة ما تحبس وتقطع عنينا المصروف تقدري تقولي لي حنعيش منين ناكل منين؟ نلبس منين؟ أنا مش عارفة من غيره عايش إزاي؟ امسك يا ماما ايه دول؟ خمسمائة جنيه وهديكي زيهم كل أول شهر ودول حيعملونا ايه بقى ان شاء الله ببحر المصريف اللي عندنا يا ماما هي حاجة تسند؟ مع معاش جدي اللي بتخديم النقابة وربنا يسطرها بقى مش باين يا بنتي يا ماما انا مش فاهمة انت بتعملي كده ليه؟ أمان لو ما كانش امطلقك من خمستاشر سنة وكنت لسه متجوزين كنت هتعملي فيه ايه؟ ما تعودتش أخضر أو أخوكي أبوكي كان عشرة عملي وكاننا مع بعض أشو ملح والعشرة ما تهونش غير على ولاد الحرام قصدك ايه؟ قصد ان غلت يا علي غلت لما فكرت تسجيني أبوكي مش ده الراجل اللي رمانا وما سألش فينا؟ مش ده الراجل اللي ظلمتك وراح تجوز عليكي واحدة غنية واشترطت عشان ترضى تتجوزه انه يطلقك؟ كل اللي بيننا وبينه كان شوية فلوس عشان يسد بقنا ايه يا ماما؟ نسيتي؟ نسيتي وقدرت تخفري له؟ ليه يا ماما قبلت تمدي ايدي كليه؟ ما كنت اشتغلتي ولا عملتي اي حاجة ان شاء الله حتى كنت اتجوز مرضيتش هاجبلكم جزء أمه خفت عليكم كان كل اهم ان انا ربيكم احسن تربيا وبعدين يا بنتي ده كان حقكم في فلوس أبوكم انا كنت بحفظ لكم عليه وما تنسيش ان هو ما كانش مخليكم محتاجين اي حاجة وعشت معاكم بفلوسكم وعلى حسكم وخصوصا بعد ما مات أبوه يا الله يرحمه وبقيت واحدة لا يا ماما عمرك ما هتبقي لوحدك أمال انت خلفتين وادتين عمرك كله ليه؟ مش عشان لما تكبرت السندي علينا يا بنتي هو انتوا عارفين تسندوا نفسوكو علشان تسندوا ليه؟ منك لله يا عالية ربنا ينتقل مني ايه؟ في ايه؟ اه ما تغطيب يسابي بسحف قضية بابا اهدي حبيبتي اهدي اهدي يا نسي اهدي حبيبتي بعلش بزي حبيبتي بزي يا ربنا يا ربنا عارفة احلى حاجة فيكي بحبها ايه؟ انك بتحب ربنا من قلبك وبتحافظي على صلواتك عشان كده انا واثق فيكي ومش خايف عليكي يا بابا ما انت اللي زرعت فيها حب ربنا من الناس وغير وانا دلوقتي ماشكرك على ده انت اللي عندك ضمير وفترتك سليمة وكنت قبلة للهداية يا بنتي اتين من غير ضمير مالوش اي قيمة بالضمير هو المعاملة بالصدق والبر بالفقير والرحمة بالناس رحمة تقضي على الانانية اللي جوانا وتحيي المحبة اللي فينا والمحبة هي الله عشان كده لو تعلقنا بس بالدين وأهملنا المحبة حنبقى زي اللي بيعبد صنا وهو فاكر انه بيعبد ربي باسم الصليب ايه اللي بيعملوا شريب بيه ده خرج عن الملة يا ده يا سو ده لما ايه الحتة ده مصالح ده؟ اه ده هارض يا غالي اشتريته النهاردة كده من واحد بربعة تمن ولسه هشوف فيه ايه اه ده ما مرزى انت مصالح تم تورينا كده معلص حبيبي يا غالي عيوني هاهاهاها لا 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 دي افلام سكافية صناعة منزلية يا غالي اموت انا فلمستقنص ده واضح انها نفس الراجل بس مع ستات كتيرا الشاكلو بيحب المزاجه وبيحب التنويق يا معلم هم دول يطلعو كان فيلم فيها مصلحة دول دي عاشا من اشرين وثلاثين 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 حبيبي دول يهلا ميتين فلم بالتمام والكمال يا معلم يا 200 ألف حلوة عليك يا أبو سامرة بقى نتفرج عليهم ونطبع منهم لمئتين سنة قدام دي مصلحة وجاب زبط الحد عندنا يا غالي أبو التنفيك يا أبو سامرة يا أبو المصلح يا مستقنس بصراحة يا دكتور أنا مش عارف أبتدي منين ولا أقول لك إيه خير يا أبتدرس أنت ألقتين لا من ناحية الجلج الموضوع يجلج دي مصيبة مصيبة يا ساتر ما تنتع حصل إيه شريب بيه ماله يظهر كده إن بلاد برا غيرت أخلاقه الحق ما تتكلم فيه إيه لخيل التعليه لقيته بيصلي صلاة المسلمين وفيها يا راكل ده أنت خضيتني افتكرت الحكاية كبيرة قوي ودي مش كبيرة جوي وإنت برضو تصدق إن ابني يعمل حاجة سيدي أنا شايفه بعناية اللي اتنين دول ده دور الدور إيه ده أصل شريف ابني غاوي تمثيل وأكيد إنت شفتوه وهو بيتمرن على الدور اللي حيمثله في المسرحية هيعمل دور الشيخ مسلم بقى الحكاية كده أيوة يا سيدي لحكاية كده وما أنت كنت فكرها إيه طب حيث كده بقى خليه يجب لنا تذكرتين دعوة مجانية نروح أنا والخورمة بتاعته ينتبسط شوية منسي أنا عارف ومتأكد إن أنت حاسة بتعنيه ضمير كبير بس معلش لازم تستعمليه وهي ريت معلش دي ممكن تصلح حياته اللي غربتها منسي ده حاجة اسمها قدر ونصيب هو أنتو يعني كنتم التفقين عموما مش أنت عارفة متأكدة إن قدم بريء تأكدي كمان إن إن شاء الله ربنا حيسبت برقته إزاي بس؟ وإمتى؟ ليه حاجة بتاعت ربنا بقى منسي أنا صاحبان علي قوي أهله وحبيبته دي زمهم إيه بس؟ هيتجعلهم بالسلام وإنت عشان خطري لازم تهدي أنا مفكر أروح لهم واتطمن عليهم لا يا نانسي كله إلا ده ما ينفعش أنت عارفة كويس إنهم أكيد مترقبين مرواحك ليهم حيأكد إن في علاقة ما بينكم وده طبعاً حيثلي بوليس يشك فيك أكتر ما هو أنا ما ينفعش أفضل قاعدة ساكتة نفسي حسني بساعدوا أكتر من كده لو ضروري يعني أنا ممكن أروح له بذلك أهو تطمن عليهم وطمنك بجد؟ أه طبعاً بجد على الأقل أنا ليه حجة أروح بيها ما شاء الله بيشتغل في منظمة حقوق الإنسان ممكن جداً عداً ده يكون حالة من حالات البحث الكتير اللي عنده تانكيو أمير بجد لو عملت كده تبقى جدع جداً لا تانكيو على واجه هاتي العنوان حاضر سويني أكلم بابا خليه كلم قدم ويجبه لنا منه خد يا صبر مسكي ده جزء من الدين اللي ليت علي خد تدخيرك يا أخوي فيك الخير الخير اللي أنا فيه ده آدم ابنك السبب فيه هو لنصحني إن أنا أعمل الخير ويا عالم لما كنتش عملت اللي قال لي عليه آدم كان زماني دلوقتي حبق فين الحمد لله وما تقلقيش كل أول شهر حيكون عندك مبلغ زي ده أنا خلاص دلوقتي باخد مرتب محترم كل شهر والحمد الله حيديني النسبة كويسة جداً كل آخر محصول أيوا كده فرح قلبي بدل الخيبة اللي مغيمة علينا كلنا خيبة؟ خير يا صبر فيه يحيى عامر رفضوا من المدرسة وسابه وراح اشتغل صبي ميكانيكي من ورانا عشان يساعد في مصاريف البيت إيه ده؟ معقول يحيى عامل كده؟ هو فين دلوقتي؟ قاعد في قودة آدم يحيى يحيى بايا وخل زاك يا حبيبي عامل إيه؟ الحمد لله طمعين امسك يا يحيى دول إيه دول يا خبي؟ دول اعتبرهم مصروف وكل أول شهر هاجبلك زيهم انت خلو؟ ايه يا يحيى أنا زمان كنت بخرج نفسي من أي مسئولية علشان كنت عطلان مفلس كان على عيني أشوف حاجات كتير في البيت نفسي عملها ومش قادر عشان ما كانش حلتي وكنت بهرب بكلمة الخال حقا الأمال إنما دلوقتي لقى يا يحيى خلاص كان زمان الكلام ده الخال حلو اتعدل وبقيت زي زمان الخال والد دي شكل كده خلو الشغل ماشي معاك وعيشتك مرتاح الحمد لله مرتاحة قوي وعشان كده بقى بكرة الصبح حاخدك أرجعك المدرسة التالي وكل مصاريفك أنا متكفل بيها مش بصد أنا حاس إن بحل لا يا يحيى ما بتحلمش هي دي الحقيقة وهي دي الدنيا إحنا بس إحنا بس علشان ما جربناش وما دوقناش اللي مرها مش عارفين حلوها بس جرب يا يحيى جرب كده ودوق حلوها زاكر وتعلم واخد شهادتك علشان تبقى راجل ملو يدومك وما تخافش يا يحيى أنا في ظهرك من هنا ورايح ربنا يخلك لي يا خوة العمر بيتك كمان وكمان قادر يا كريم وديك على قد نيتك للغلابة لزينا ما تقولش كده صبرة دي أبسط حاجة ممكن عملها مش هيجي قد اللي عملتي معايا أنت وعم أمين ده دي مفرقبتي قصيل يا عام أه أنت كده ابن أم وأبويا بحق وحقيقي يا حبيبتي وحشتيني أو أنت وبابا لا حمالك كان عندي بس ما استغناش عنك أه وتعد أتكلم معايا وحش عارفة الساتة دي ممكن تكون مامة تسيف إزاي بس ماما جوة ماما لها حبيب تبقى فيش حاجة طب مني بقى لي كمي يوم كده نفسي غمى علي اه بحسي بدخ حملي ايه بس يا ماما بنتي عارفة اللي فيها لا احبيب لا لا شوية برده يروح لحلم طب يا مطايت اكلمي بجعدي بقى السفارة الامريكية عمنا جايزة مئة الف جنيل اللي يرشد على قادم ومقدمة طلب للدخلية عشان السي اي ايه تتدخل في الموضوع يعني ايه يا فندم يعني هما يحققوا واحنا نقعد في البيت ده لا يمكن يحصل ابدا السي اي ايه يا فندم يا فندم احنا لسه شغلين على القضية ما يسيبونا بقى نشوف شغلنا بيتهمونا بالعجز والتأثير في حماية رعاياهم وبصراحة عندهم حق ما احنا لغاية دلوقتي ما قبطناش عليه ما هو معليه برضو يعني القضية مش بسيطة وبعدين ده تخطيط وتنظيم وخالية ارهابية بينا جدا يعني ما عليك يعني الموضوع مش هيتلمي في يوم وليلعب الوزارة مقلوبة والوزير كل شوية كلمنا عشان يتطمن اعملوا حاجة شكلنا بقى وحش اتطمن ساعدتك حنقبض عليه في اسرع وقت ما اتخلونيش انت من اخترتوكل المهمة دي ما عليك اديني 48 ساعة وحيكون هنا تحت جسمتك جاي اهو مرزوق اه يا بطة وانت ليك هين تيجي تاني بعد اللي انت عملته اتفضى نمشي عايز اقفل البيت وكون عليك يا بطتي يوه بطة بطة يا بطة بطة مرزوقة عايز ايه مرزوقة اه يا حماتي جاي تاني ليه بعد ان اعملته مع ابني ادم يا حماتي والله العظيم انا عبد المأمور ولو ما كنتش عملت كده كان زماني مرمي في السجن يا سلام يعني اشتريت نفسك وبعت ابننا لا يا حماتي بالعكس انا ما بعتش ادم انا عرضت نفسي للخطر علشانه ولو ما كنتش عملت كده كان زماني رايح في ستين داعية طب انت جاي ليه وعاوز ايه طبعاني انك صالحين على بطة انا بحبها وهي بالنسبة لي كل حاجة وما قدرش عايش من غيرها ازاي بعد اللي عملته مع ابني اللي هو اخوها تطلب منينا الطلب ده والله يا حماتي انا ما وحش ولو كنت وحش بصحيح كان زماني بلغت عنه وخدت المكافأة اللي صفارة امريكا عملها للي يدل عليه هي صفارة عاملة مكافأة اللي يقبط عليه مئة الف جنيه انت ما بتقريش جراد ولا ايه حماتي انا لو وحش بجد كان زماني مسلمه واخد المكافأة وبيعكو كلكو انما انا بحب بطة وهي عندي بكنوز الدينة طب تعالى خش يا مرزوق يا بطة بطة ايوا يا امه تلمي يا امك يا بطة تعالي حبيبتي سلمي على خطيبك بعد اللي عمله ده كله يا امه ولسه بتسميه خطيبي؟ معلش يا حبيبتي مرزوق ما بعناش بالفلوس هو كان مضغوط عليه وده اللي خلاه يغلط نص غلطة يا حماتي مش غلطة كاملة علشان انا زي ما بلغت عنه خليته يهرم معلش يا حبيبتي عشان خطري اديله فرصة اخيرة ما زوق راجل اصيل وهو ضل وراجل ولا ضل حيطة يا بنتي حيطة؟ حيطة؟ مقبولة منك يا حماتي معلش يا ابني حقك علي يا حمد الله على السلامة يا عمد وحمد الله على سلامتك يا اخوية يا الفن هرابية الحمد الله على سلامتك وحشتني قوي الله يسلمك يا سامة انت جمال وحشتيني وحشتيني قوي يا بنتي وقوم بجمال وحشتني اللي اقول لي يا اخوية هي مشكلتك اتحلت ولا ايه وجيت ازاي؟ يا الحمد لله اول ما افرجوا عني جيت على طول قول لي يا سامة ابني فين؟ حموتوا وشوفوا اسكت يا عبدو ده نسخة منك اسكت يا عبدو ده نسخة منك فيه ضغط من بره على الحكومة وعى الداخلية جمان؟ يا ابني ولا تقتل شوية ده مواطن امريكي لم هارسوا ده منيد يا رمع الموضوع كل شوية عمالي يكبر ويتعقد انا مش شايف له حل ربنا اسطر عليك يا عم ادم بصوا بقى انا شايف الحل الوحيد ان احنا نهربوا بره مصر طبعا مش ده الحل لان اللي عايزينه بره مصر انفزهم اقوى الف مر قدام طول ما هو موجود في وسطنا متحمي فينا مهما تعرض لظلم احنا مش خايفين عليه غير من الظلم يبقى لازم نبدأ نشوف طريقة يظهر بها براقته اذا كان البوليس نفسه مش عارف يظهر براقته لان البوليس مركز في خطه واحد انه هو يقبض على اده لكن مش مركز انه هو يلاقي السارق اللي سرق الهارد اللي على الفيديو اللي في براقته احنا بقى لازم ندور على السارق ونلاقي الهارد ونظهر براقت اده هو حل صعب لكن مقدم نجر كده هو حل كويس قوي هو احنا زي ما فكرنش في الحل ده بكده خلي بالك من تدرس هم؟ بقولك خلي بالك من تدرس خليك حريص معه في كلام ليه هو حصل حاجة؟ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وبيصدق كل اللي بقولهوله عموماً يعني ما تيجي تصلي يبقى قفل الشباك والشيش كمان وبعدين انت بتغيارش هدومك ليه مجاتش على مقاسك لا جات على مقاسك وبعدين كمان الاكل ملوش علاقة بالزعل بص يا اخي حوالين عينيك وانت تشوف لازم تاكوي عشان تعرف تفكر معانا انا حقطعلك تفاحة بادي جرائع ااطف مالك كده بقى التبلان وزعوا ايدك تعبان يا شاوي كل ما افتكر اللي حصل اتعب اكتر يوووووووووووووا ما قلتلك تانس وتعيش اللحظة انست زاي بس يا شاوي وأنا في كل لحظة بفتكر اللي حصل بتوتر أكتر يا ساتر ده أنت طلعت خيخة خيخة أوي معلش يا شابي ما أنا برضو أول مرة شوف قتيل عين عينك كده وش يعني اللي قتل قتلة ما أنا زيك أول مرة شوف قتيل معلش يا صاحبي صابعك مزي بعضها برضو معلينة بقولك إيه الهارد انت شايله في حتة أمان في الدرج عندك يا جواب يا دي المصيبة السودة معلينة أنا بقول لن إحنا نحرق ونخلص منه اعمل اللي انت عايزه يا شوقي وخلصني مش ده الدرج اللي تحتية مفيش حاجة يا عاطف في الدرج عندك يا شوقي أنا ملمستوش مفيش هارد يا عاطف انت بتقول إيه مفيش هارد يعني إيه انت بتهرج أنا اللي بهرج برضو الهارد فيني يا عاطف والله ما أعرف يعني مين اللي أعرف يا دي المصيبة هيكون مين اللي أخده مش عارف يعني إيه مش عارف قاعد هنا يا ترطور مش عارف مين خرج ومين دخل ما انت عارف يا شوقي حبيبي كتير وبيحبوا الجراشه عندي زي ما يكون في محطة مصر يا جدع الله يحرقك انت وحبيبك في يوم واحد ده كريم صاحب يا دكتور اللي أنا كلمتك عنه كتير دكتور جورج غطاس أهلاً وسهلاً يا أهلاً يا أهلاً يا دكتور ساعة حضرتك تشرب حاجة ربنا خليك يا دكتور بسي ده كل فاكهة ربنا خليك جدع علي ان انت جتلابس كده أنا كنت حاطي دي على قلبي لأجيلي بشكلك الطبيعة تكون مترابة ونروح في ده يا كده بس هو مش هياخد الفلوس دي إلا لما حلفه بالوالدة وحيات أمك الشيطة بتاخد الفلوس دي أنا عارف الظروف الحقيقة يا أولاد أنا شايف إن الأمور كل ما ده ما بتتعقد وما فيش قدامنا حل غير حل واحد بس يا ريت حرف تلحقنا بيه إنه يهرب بر مصر لحد ما يبوضه على السارق وساعت هيقدر يرجع ويثبت برقته أنا شايف إن الحال ده كويس جدا يا أدم أنا ممكن أساعدكم إن إحنا نجيب باسبور مضروب عشان نعرف نهربه إيه الحل ده يا جماعة وقضي عملي أنا بقى هربان ومتغرب عن بلدي وأهلي نهربه؟ نهربه فين؟ وإزاي؟ في واحد صاحبه اسمه كريم حيدبر الحكاية دي وتفتكر غربه هو الحل؟ مفيش حل غير كده على الأقل لما يغاهر اسمه يروح حتة تانية يعيش فيها غير لما يعيش هنا مهتت مفيش عيش يا له هنا إلا لما يظهر السارق طب وإحنا نضمن منين ما حدش يوصل له هناك؟ ها نضمن منين؟ كل الاحتمالات واردة يا بنتي بس اللي علينا نقل الاحتمال الأبضع لي بأي شكل؟ أيو بس كده قدم يعيش واحد تاني؟ وإنت يا نانسي حضاري أوراقك لسفرك إيطاليا زي ما كنت مرتبة أسافر؟ لازم تبعدي عن هنا بأي شكل وخصوصا هم بيحققوا ويدوروا؟ لا طبعا أنا أسفل أنا لا يمكن أسافر وأسيبه أنا عندي أمود أحسن ولا إني أسافر ومعرفش هيجرى له إيه قدم مديلي إيده في هز الوقت اللي ما كانش فيه حد داريان بيه فيه يبقى بعد كل اللي عمله عشان يدق أم سافر وأسيبه كده براوو يا نانسي أنا كنت عارف إنك هتوليك مقصوص بكلامها قوي قوي؟ لأنها كل مرة بتأكد لي إن أنا زرعت الصح في الأرض الصح هشام، أنت مش معدتين أنت تواديني سكندرايا في الويك أنت؟ معلش يا حبيبتي، نجدد ظروف ومش هينفع صفارك يعني حتى يومين الأجازة يا شيخ عايزني أفضل مرزوعة في البيت ما بين أربع حطان لوحدي يا ستي ما أنت عندك بنتك، اتسلم مع بعض في أي حاجة وبعدين يا منال أنا قلتلك مئة ألف مرة قبل كده، أنا زبط شرطة شغلتي دي ممكن تبقى في الأجازات، في الأعياد، في المناسبات عادي بس أنا زهيت معلش يا منال سلي نفسك بقى أي حاجة وأنا معايدك يا ستي إن أنا أول ما أفضى هاخدك ونسافر على طول خلاص، هاروح بكرة أخذ البنت من الحضانة ونطلع عن نادي ناعد شوية ده كلامي، بقى البنت تبقى راجعة تعبانة من الحضانة وعايزة تأكل وتنام تقوم انت تاخدية تهلكية في النادي خلاص، هابقى أوديها المام وتدغدى وتنام واروح أقبل صحابي شوية قلت لأ يعني لأ، تجيبي البنت من الحضانة وتيجي على بيتك على طول مش فاهمة يعني هو أنت حبسني ولا عيد؟ طالما هترجع الاستهتارك تاني يا منال، هاحبسك، وأحبسك حبس انفراضي كمان هو شام الهوى عندك بقى استهتار دلوقتي يا شام؟ شام الهوى دوت بيبقى في آخر الأسبوع في يوم الأجازة، هتروح النادي فوس الأسبوع تعملي إيه؟ ما أنا تقول الأسبوع في الأجازة، هو أنا وراء شغلة ولا مشغلة يا شيخ؟ انت اللي مديل نفسك أجازة، إنما لو ركزتي مع جوزك وبنتك، مش هتلاقي وقت حتى تنامي يا حبيبي أنا برضو مركزة، بس مفيش فايدة، عندي وقت فراغ ايش غريب أي حاجة يا منالك فلاصين؟ طيب إيه رأيك يا حبيبي لو دار على شغل؟ أهو منه أصلي نفسي، ونزود داخلانا وأنا اشتكتلك؟ يا حبيبي من غير ما تشتكيلي، أنا حاسة بيك، وبعدين كده كده أنت في الشغل، والبنته في الحضانة، وأنا قاعدة في مال الحي موتني طيب، وهتشتغل إيه بقى ببكادريوس التجارة أبو تقدير مقبول؟ هم؟ ده فيه ناس واخدين الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف، ومش لقيين شغلانا، هو فيه شغلة في اليومين دول؟ يا حبيبي قصينا جاي لي عرض شغلة مع صاحبتي مونة في شركة باباها بنت مرتباها بقى؟ والله أبدا يا حبيبي، ده الموضوع جه بالصدفة آسف، أنا قلت لا يعني لا طيب، مش طارف الأول يا حبيبي، هيقبضوني كم؟ مش مهم ما أعرف، لأن المبدأ مرفوض من أساسه ليه بس؟ ليه؟ إذا كنت إنتي وإنتي فاضية، وموركيش أي حاجة ومغلبانة أمال ساعتك لما تشتغلي بقى هتعملي فينا إيه يا شيخ؟ والله والله العظيمة وعيدك هنزم وقتي الله، طب وليه كل إيه ده؟ لا إله إلا الله، ما بيتك أولى بيكي بدل ما تروحي تخدمي عند الغريب، اخدمي جزك وبنتك خلاص هيقتم القاعدة في البيت، ولي الوقت ده الوحدي، ماين عايز أخرك؟ عشان ما هوى؟ بعني ما أنا قلت لك هتقدك في مصرف البيت بقى؟ يا أهو أنت متصورة أن أنا أومة شاعل بعد ترابيزة لما تقول ليك كلمتين دول؟ أه، لأن داخلنا حيزيد على الأقل لألفين وخمسمائة جنيه في الشهر عديد الموعيد معروفة، من التسعة لأربعة، ده غريب بدلات والحوافز، يعني ممكن داخلنا يوصل لتلات أربعة تلاف جنيه في الشهر؟ سكرتير يا باربعة تلاف جنيه في الشهر؟ أنا أنا نفسي ما أخدهمش يا حبيبي أصلها شركة استيس ماري استيس ماري؟ طب وبنتك، هتعمل فيها إن شاء الله وما فيش هابتفق مع ماما أن هي تعادي تاخدها من الحضانة، وأنا أول ما خلص شغلي هروح أجيبها بسرعة وروح على بيتي طب وليه الشحطاتة دي كلها؟ أديك قلت إن أنت مبتغفش تحصل كم ملتوش دولت مش عاوزهم ليه بس يا حبيبي؟ ليه؟ أقولك أنا ليه؟ لأن عشان أحصل كم ملتوش دولت، أخسر مراتي، وهقطع من راحتي وراحت بنتي، وأحرمها من أمها تمن ساعات كل يوم ما يتقدروش بتمن ده غير إن أنا أساساً مش عاوز الفلوس دي، ما يلزمونيش يا حبيبي أنا كده كده ببقى عندها زهقينا 8 ساعات دولت، أنت بتبقى في الصغل، والبنت بتبقى في الحضانة، وأنا ببقى حموت من الزع بس لما بنرجع بنلاقي كمستاني أنا، بلاقي دفع في البيت، لكن ساعتك لو روحت اشتغلتي، هنيجي ناخد برد، إن الشقة تبقى فاضية، ونفسك مش فيها أنت بتهزر يا شام؟ ومين قالك إن أنا بهزر يا مينيل؟ أنا كلامي واضح كويس أوي، بس اللي يحس ويفهم أصدق إيه؟ أنا ما بفهمش يعني؟ بالعكس، أنت بتفهمي كويس أوي، بس للأسف ما بتحسيش عن إذنك ما جاءت بقيت عشد طفلة؟ اسمي الدكتور أمير، وجاي لكم من طرف آدم ابنكم آدم؟ أنت تعرف حاجة عنه؟ استني بس يا سامي أما نشوف الراجل عايز يقول إيه؟ أنت تعرفه؟ طب هو عايش إزاي؟ عايزك تطامني يا حاج، آدم بخير الحمد لله ويقولك ادعيله قطر خيرك يا ابني، أرجوك تبلغه، إنه هو وحشن قوي، ونفسي أشوفه، أرجوك خليه يكلمني حاضر يا حاج ربنا يخليك لولدتك يا ابني، ولا يحرمهاش منك أبداً خد عشنا، خد يخلي الإرشين دول معاكي، عشان تبقي تاخدي عروستنا وتنزل الجبلة فستان الخطوبة خطوبة؟ آآ، خطوبة خير البر حاجاله يا ابنت عل، يعني تلحق تدخذ بليك شهرين انت وديسي، بعد كده كتب الكتاب والدخل على طول بالسرعة دي؟ ايوة بالسرعة هنستنى ايه الحارس جائز وكل حاجة متوفرة ايوة يا بابا بس بس يا بيت بصراحة كده انا مش هقدر اتجاوز مش هتقدر اتجاوزي؟ ليه؟ قلع بعيال يا بيت ده احنا دينا لناس كلمة ما هو ما هو ما هو يا بيت ما تنطعي؟ اصلا انا وادم انا وادم انا مش هايفعل اتجاوز غير اادم يا نحوي انت بتقولي يا بيت؟ انت بتخلفوا بذي يت هي دي الحقيقة اللى انا خبتها عليكم وكنت فاجر المجوازي من ادم حيحل المشكلة يا بهaboo يا بيت اغفرنا يا حلال اغفرنا يا حلال اغفرنا يا حلال